السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بحضراتكم هنحل مع بعض الامتحان اللي على الشابتر 1 وشابتر 2 وهنبدأ بأسئلة الشابتر 2 على أول حصتين من الشابتر 2 اللي هي 30 سؤال معانا كده في السريع بسم الله بيقول لي مجموعة اولاً أشتريات المجنية كافتر 3 على قريمة ويمكنّت الخط 1 اشتركين أول شيء عندي عندي خط طالع كده وفيه اره كده وانت مغمّض عينيك المجنيتك فلوكس لينزر من نورس فول ترمينات الثاوث فول يبقى طالع من النورس داخل بالثاوث ألاقي شكل المجنيتك في الحتة دي بيقول إن فيه ريبولشن طيب لو ده ثاوث يبقى ده هنا ايه؟ ثاوث لأن في ريبولشن يبقى ده الخط اللي كشف للدنيا أوكي لو ده ثاوث يبقى ده نورث يبقى عندي نورث ثاوث نورث فتيجي نختار نورث ثاوث نورث تبقى الإجابة لتر دي يا حضرتنا أوكي اللي بعده The opposite diagram shows a rectangular coin that is moving Wisconsin velocity towards the right يبقى هو ماشي كده ورايح للright أوكي Towards the right direction of the page Penetrating a uniform magnetic field which is normal into page يبقى أنا عندي هنا ماجنيتك فيل normal to the page واضح أنه getting into the page أوكي which is normal into the page So the relation between magnetic flux that passes through the coil during its motion from position A to position B طب نركز كده مع بعض والكويل قاعد برا قاعد برا الماجنيتك فيل هل تعلم أن phi تساوي A B sine theta؟ طب إذا كنت تعلم هل تعلم إيه الحكاية؟ قبل ما خش قبل الكويل ده ما يخش جوه الماجنيتك فيل فالماجنيتك فيل دنسي تي جوه الكويل بتساوي زيرو يبقى إذن كانت الماجنيتك فيل دنسي تي بزيرو بقى الماجنيتك فيل بيساوي زيرو حال بدأ الكويل يخش سنه فالماجنيتك فيل دنسي تي بدأ يظهر جوه الكويل سنتين فأصبح الكويل الماجنيتك فلاكس دينسيتي جوه الكويل اللي هو الريكتانجيلر كويل وهو داخل جوه الماجنيتك فلاكس دينسي عمال يزيد فالماجنيتك فلاكس بيزيد لأن العلاقة ما بين الماجنيتك فلاكس والماجنيتك فلاكس دينسيتي زاد وهو بيتحرك جوه الكويل في الاريا دي وأنا قاعد جوه الكويل الاريا ثابتة والفلوكس دنسيتي ثابت لأن الكويل أصبح متشبع تماماً بالماجناتك فلوكس دنسيتي باللينز عايز تقول إيه؟ عايز أقول يبقى في الحتة دي إيه اللي بيحصل؟ زاد ثم بقى ثابت وهو جوه الكويل نيجي بقى لحظة ما يبدأ من عند النهاية بيخرج والكويل بيخرج في الماجناتك فيلد جوه منه بيقل لحد ما يخرج تماماً بره الماجناتك فيلد ساعتها يبقى الماجناتك فيلد جوه الكويل بيسوي زيرو إذن اللي بيمثل الكلام ده هو لتر دي اللي بعدين ساعتها لذلك and the opposite figure if the area of the coil M doubled the area of coil P then the ratio between magnetic flux that represents coil M and the magnetic flux that penetrate coil P تعالوا لي كده واحدة واحدة كده مع بعض يبقى انا عايز الفاي ام اوبر الفاي بي يبقى اي بي ساين سيتا ديفايدد باي اي بي ساين سيتا تعالوا لي الفلوكس دينسيتي واحد خلي بالك الاريه بتاعت الام تو اي لما دا يكون اي سيتا سيتا ازي انجل بتوين ماجنيتك فلوكس دينسيتي اند بلين اف ذاكويل يبقى هنا ساين سيكستي اوبر هناكويل ده على الماجنيتك فيل دي باسيتا بتسوي ناينتي اوبر ساين ناينتي كوي تعالوا لي بق واحد واحد نطاير دي معدي يبقى لي ايه ايه تو ساين ناينتي بواحد ساين سكستي روت ثري اوبر تو اطاير دي معدي بقى لي روت ثري روت ثري اللي هي 1.7 ايها العثماء الجمدين اوي اللي بعده اوير بربندوكيولار تو دا بيج كويس كاريز ان الكتري كارين ان اي دريكشن او بيج او اعتنس دايما تسأل نفسك سؤال فيين الماجنيتك فيلد وفين الماجنيتك فيلد كويس يبقى دا الواير ويتش كاري كارينت طيب انتو تعرفوا ان احنا دارسين واحدة واحدة كده لو دا الواير ويتش كاري كارينت اوتو بيج يبقى كارينت اوتو بيج يبقى الماجنيتك فيلد ايدك الكريمة كارينت اوتو بيج ان فيرس رايت هاند رول يبقى الماجنيتك فيلد هيبقى انتك لو كويس بالشكل دا الباشا بيسأل على ايه ويتش كومبس شوز زا ديركشن اوف ماجنيتك فيلد كوزد باي ذا كارينت تعالي تيجي هنا عند نقطة بايه المفروض انك انت العلم بيقول لك القاعدة بتقول لك ارسم تينجن فاصبح الديريكشن بتاع الماجنيتك فيلد فوق الواير توردس ليفت يبقى دي غالب تبتعالي هنا نقطة اي تزالف تواير اللي هي هنا يعني المفروض يبقى داونورد يبقى الكمبس دي غالب عند نقطة دي ارسم تينجنت يبقى دي كمان غالب نقطة سي على يمين الواير ارسم تينجنت هنا اوبا فيبقى فيبقى الماجنيتك فيلوكس دينسي تي اللي احنا تعلمناه باي دروينج اتينجنت اتا سيرتين بوينت عند نقطة سي دايريكتد ابورد زي مين زي كومبس سي يبقى اصبحت الاجابة الصحيحة هي سي يبقى انت بتحط الواير ترسم الماجنيتك فيلد حوالين الواير اللي اتعلمته ترسم تينجنت عند سيرتين بوينت اللي هو بيكلمك عليها تعمل بك فوق الواير تحت الواير يمين الواير شمال واللي ماشى صح تتماشى مع الكمبس اللي محتوطة صح اللي بعده الواير بيتحرك من بوينت اكس كويس فيبقى اذا كلي بالك انت عندك القانون بيقولك ايه بي اكوال ميو اي اوبر تو باي دي العلاقة بين بو دي انفرسلي بروبورشن لما الواير يتحرك اوى فروم نقطة اكس يبقى الدستانس بتزيد ولو الدستانس زادت الفلوكس دينسي تي بيقل خلي بال حضرتك من حاجة ان فونكشن اف او اكس بتساوي واحد على اكس دي رسمتها اللي هي الحالة اللي احنا فيها ابوس ايدك لو سمحت ما تفتيش وتقول ليه ماينفعش سي سي دي اسمها ديكريسنج فونكشن سي بتظهر بتظهر لما الاكوشن يبقى فيها بلاس او مينس موجودة عندنا في منهجنا في تشافتر وان شفناها ساعة امزلوفر كلوز سيركيت لما قلنا ان الاي ام اف بتاعت البطارية بتساوي تيرمينال بوتينشل بلاس لست البوتينشل لما رسمنا العلاقة ما بين الفولت ميتر اكروس الباطارية وما بين الكرنت اللي ماشي في السيركيت فساعتها كانت الاكوشن فيها بلاس او مينس ساعتها الاكوشن كانت بالشكل ده اما لما لقيه فونكشن اف او اكس بتساوي واحد على اكس الفونكشن دي انفرسلي بروبورشنال فيبقى دي رسمتها فالبيوي دي انفرسلي بروبورشنال فالاجابة لتر دي اللي بعده isn't it A potential difference two volt is applied to the ends of the wire what is the magnetic flux density at point. حلو الاول بيني وبينك كده تعرف ان الكارنت هيتساوي فيه على R البي بتساوي كام 2 والريزيستنس بتاعت الواير من الدهاني يا باشا فيطلع ان الكارنت بيتساوي كام 0.5 امپيرز كيبه ده الكارنت انا عايز اجيب قيمة الماجنيتك فلوكس دنسيتي على اربعة سنتي على بعد اربعة سنتي من الواير اوكي تمام بالسيليكت ادي الواير على بعد اربعة سنتي من الواير اهي مبدئيا ده الواير ويتش كاري كارنت طيب الماجنيتك فيلد هنا انتو فيج نجيب قيمة الماجنيتك فلوكس دنسيتي بتساوي ميو فور باي تايم تنتو زبارف نيجيتف سيفاك اي بهاي اوبر تو باي المسافة فور سنتيميتر اوعى تنسى تايم تنتو زبارف نيجيتف تاب كويس تعالي دي مع دي بقى لي توم وانطير التوم مع التوم اصبح وانوفر فور بقى 0.25 طينتو زبارف نيجيتف فاي عشان لو ضربت هنا في 10 طيب اتو بين 5 طينتو زبارف نيجيتف سيكس تسلا يبقى 2.5 طينتو زبارف نيجيتف سيكس تسلا وهتبقى فيج تعالى نتطرق كده 2.5 times 10 to the power of negative 6 تسلا into page وتبقى الاجابة لتر ايه ايها زي ما حضركم شايفين وماشيين مع بعض اللي بعد ماجنيتك فيلد ترينز 7 times 10 to the power of negative 5 تسلا is measured at perpendicular distance 16 سنتيمتر طيب تعالوا لي كده يبقى 7 times 10 to the power of negative 5 7 times 10 to the power of negative 5 تسلا عند ديستانس ادي ايه يبقى دل بيه وان عند ديستانس وان اللي هي كام يا باشا تمام 16 سنتيمتر نكمل ها عند ديستانس 16 سنتيمتر فروم لانجل ستر ايه يبقى بعد شوية بايتين 10 to the power of negative 5 تسلا is measured at perpendicular distance four سنتيمتر ايه يبقى بعد شوية بايت البيتو 18 times 10 to the power of negative 5 تسلا على ديستانس هيقلي قال لي كام 7 سنتيمتر على ما اعتقد هيبقى دلوقتي احنا هنكملها كده على ديستانس four سنتيمتر قويسي from the same wire assuming no other changes to the system which of the following statements describes the magnitude of current being carried by the wire between the two طيب لو انت فكرت هو مرة كان على بعد 16 سنتيمتر المجنيتك فلوكس دنسيتي بكذا لما بقى على بعد اربعة سنتيمتر اه يعني الديستانس قلت للربع فالمفروض لما الديستانس تقل اربع مرات المجنيتك فلوكس دنسيتي كان يزيد اربع مرات فبدل سيفن كان المفروض كنت لقيه 28 ما لقيتوش 28 لقيتو 18 يبقى current تتغير طيب هفكر ازاي في التغير بتاع current بصولي بقى ما تعدش تفكر كتير المجنيتك فلوكس دنسيتي ميو اي على 2 باي دي المجنيتك فلوكس دنسيتي دايريك لبربورشنال وسكرم المجنيتك فلوكس دنسيتي انفرس لبربورشنال وسديستانس وبناءا عليه بص بقى يبقى بيوان على بيتو بتساوي ground I1 على ايتو times D2 على D1 البيوان seven times ten to the power of negative five البيتو 18 times ten to the power of negative five One على ايتو اني أرى اعرف إلنها حصل crawlingا D two before over sixteen دين ما عدي بقى يبقى aoığu 4 كورتر وانطيير دين ما عدي栖 الطبحت ال i1 على ال i2 بتساوي 28 over 18 اللي هي ممكن نقولها كام يعني 28 over 18 لو معي كالكيليتور كده بسرعة 28 divided by 18 فتديني رقم اللي هو 1.56 فيبقى i1 بتساوي 1.56 i2 او اقدر اقول ايه بقى بصوا اقول ان ال i2 بتساوي 0.64 i1 طب تعالوا نتفرق ايه اللي حصل ان ال i2 بتساوي رقم less than 1 multiplied by i1 طب لما رقم يتضرب في رقم less than 1 ايه اللي حصل ان ال i2 اقل من ال i1 برضو عايز تقول ايه عشان اوصل للديتا دا معنى ان كانت ال distance اصبحت ال distance before يبقى ال flux density كان المفروض يزيد ل 28 بس ما زادش ل 28 زاد ل 18 بس يبقى معنى كده ان الكرن تتغير والحزبة بتقول لي ان ال i2 ديكريز ل 0.64 من قيمة ال i1 دا اللي احنا جبناه وبناء عليه ايها العظماء لو احنا اتفرجناه في الاختيارات اللي هو بيقولها لي the current being current by the wire increases no the current being carried by the wire decreases yes ال i2 بتساوي 0.6 i1 وده اللي احنا عملناه ايها العظماء السؤال السؤال البعض which of the following figures represents correctly the generated magnetic field due to the flow of direct current in straight wire بص يا بيه اول حاجة the four wires اتنين منهم magnetic field into page zero فالمفروض يبقى كلو كويس zero فالمفروض يبقى كلو كويس الله طب ما هي cd تنفع بص بقى ركز كده في الرسمة تجد ايه؟ ان حوالين الواير المسافة بعيدة وكل ما ببعد عن الواير المجنيتك فلوكس لينز بتقرب من بعضها which is مش دي الحالة ليه مش دي الحالة؟ لان كل ما الدستانس ستقل وانا قريب من الواير المجنيتك فلوكس دنسيتي تبقى عالية والعلو ده اشوفه عبارة عن ايه؟ اشوف العلو ده عبارة عن مجنيتك فلوكس لينز مزدحمة طب تعال out of page اه ده احتمال out of page اه ده احتمال يبقى اذا A و B ينفعوا ولكن تعال نبص كده على B تجد الفلوكس لينز ملها قريبة وكل ما ببعد عن الواير اللي في السنتر ده فيه تباعد شايف هنا مثلا شايف المسافات قريبة زي ما بين القطوط شايف المسافات هنا بعيدة زي ما بين الخطوط التباعد ده منطقي جدا ليه؟ as the distance increases flux density decreases will decrease فلاقيه ازدحام الخطوط يقل وبناء عليه فاصبحت الاجابة letter B ايها العظماء هنا لعبة صغيرة معي الكترونات ماشية تولع ما بتعملش مع الالكترونات ampere's right hand rule بتتعمل مع current فلو الالكترونات يبقى current ويبقى المجنيتك فيلد عنده نقطة P into page فيبقى الاجابة letter A اللي هي into page اوكي هو عايز المجنيتك فيلد عنده نقطة P سؤال رقم 10 اوكي a straight wire carries a current into page يس what is the direction of magnetic field at a point east of the wire شرق الوائر طيب ماشي بص كده تعالدي ده اللي انت تعلمته ده current into page يبقى المجنيتك فيلد تعمل ايه ايدك الكريمة ده current فيبقى المجنيتك فيلد ماشي ده اللي هي من اللي اختيارات هنا تبقى زي ما حضرتك شايف اوكي اللي بعده the opposite figure represents a straight wire carrying a current of intensity i so the ratio between the magnitude of magnetic field due to the wire at point x and y b of x على b of y طيب كويس طيب ما تيجي واحدة واحدة كده هو مين المتغير الوحيد انت عارف b equals mu i على 2 by d فال current تثابت اللي هو نفس ال wire انا بقرم ما بين النقطتين يبقى b of x على b of y بنانا على كلامه بتساوي b with d inversely proportional distance of y على distance of x distance of y distance of y to d distance of x by d فيبقى كل سنة وحضرتك طيب اصبحت ال ratio 2 to 1 ولا من شف ولا من دري اوكي اللي بعده and the opposite figure the magnetic flux density due to the flow of electric current in the wire at point x is اركز اركز معايا بقى the wire carry current 3 ampere ودي سيتا و x تبعد 5 سنتيلا تعال لي كده ودي نقطة x تبعد 5 سنتيلا او الحتة دي طولة 5 سنتيلا خلي بالك ده ال wire في حاجة مهمة بنتكلم عليها اوكي لما بنطبق القانون باقوالز ميو اي على 2 by d ما المقصود دي دي ال perpendicular distance away from the wire طيب دي النقطة فترسم line perpendicular على ال wire عشان تبقى دي ال perpendicular distance حلو تعال لي بقى دي سيتا كويس تعال ده ال opposite وده ال hypotenuse sine سيتا بتساوي ناخد دي نسميها d d over 5 سنتيمتر اوكي فيبقى دي بتساوي 5 سنتيمتر ليه 0.05 sine سيتا حلو لو انا عايز اجيب المغنيتك flux density فالبي بتساوي ميو اي over 2 by d فيبقى 4 by time 10 to the bar of negative 7 ال wire carry current 3 amperes over 2 by a distance 0.05 5 sine سيتا ركز معي اطير دي معادي بقى لي 2 2 times 3 بتطلع ب6 over 5 time 10 to the power of negative 5 6 over 5 اللي هي كام 1.2 طبعا divided by sine سيتا فتطلع بتساوي كام 1.2 times 10 to the power of negative 5 divided by sine سيتا وهنا بقى ركز معي اي رقم divided by sine سيتا الاول انت واخب بالك ان الانجل دي رقم less than 90 و greater than 0 طيب يبقى اذا لان الانجل دي ب90 فاكيد دي رقم ما هوش 90 وما هو الزيرو واضحة طيب عايزتوا ليه؟ عايز اقول sign اي انجل sign اي انجل فهو رقم less than 1 اي انجل بتتراوح ما بين 0 و 90 sign اي انجل بيتراوح ما بين 0 و 90 هو رقم less than 1 وبناء عليه اي رقم divided by رقم less than 1 يحصل اهل الرقم يزيد يبقى انت تتوقع ان الماجنيتك فيل اكسي دين سيتي هو رقم greater than 1.2 times 10 to the power of negative 5 خلي بالك انا ما عنديش السيتا بس انا هنا شغلت مخرج 1.5 times 10 to the power of negative 5 divided by رقم less than 1 ده هيؤدي لايه يا باشا ان البي رقم greater than 1.2 times 10 to the power of negative 5 ايها العظماء الجمدين اوي العيال اللي بتفهم فيبقى هنا greater than 1.2 times 10 to the power of negative 5 تسلا اللي بعدي اهما حاجة في السؤال هنا اللي الناس بتنساها اللي احنا علمناها الاول تعال نجيب السلوب السلوب كفاليو بيساوي مين يساوي y y over x حلوة قوي تعال اللي بقى يبقى السلوب بيساوي b over i بيساوي 8 time 10 to the power of negative 7 هل تعلم يا شابنا الجميل ان الماجنيتك فلوكس دنسيتي بيساوي ميو اي على 2 باي دي هل تعلم يا ساعدت الباشا ان البي على اي بتساوي ميو على 2 باي دي ساعدت الباشا ده اللي هو الاسلوب ساعدت الباشا اللي هو 8 times 10 to the power of negative 7 بتساوي 4 باي time 10 to the power of negative 7 divided by 2 باي دي اهدى معايا كده واحدة واحدة تعالالي نطاير دي مع دي بقى لي 2 ونطاير التين تو زابارو في negative 7 مع التين تو زابارو في negative 7 أصبحت عد 2 فيها ال 1 عد 2 فيها ال 4 أصبحت 4 دي بتساوي 1 يبقى دي بتساوي 1 over 4 اللي هي 0.25 متر اللي هي 25 سنتيمتر ولا من شاب ولا من دري يا ساعدت الباشاوات الجامدية أول ما بنشوف بعمل الاسلوب والاسلوب وي على اكس ثم حط الاسلوب ووقع تنسى دايما الخطأ فين مش كل اللي قلتوا لان انا عارب الولاد الشباب الجامدة قوي عارفة الكلام ده من زمان المشكلة في الفاكتور ان الشباب بتنسى تاخد الفاكتور معاها اللي هو الفاكتور هنا 10 to the power of negative 7 بالله عليكم اتحولوا تنسوا بالله عليكم اتنسوا هنا هنا the opposite graph represents the variation of the magnetic flux density b at two different points x and y due to the flow of an electric current in a straight wire with respect to the intensity of that electric current طب قويس هنا the slope b على i the slope لسه عاملينه من شوية بس التكرار يعلم الشطار تعرف ان b equals mu i على two by d يبقى the slope b على i بتساوي mu على two by d افهم من كده ان the slope inversely proportional مع d يبقى الاعلى في the slope اللي هو اقل في distance يعني اقرب للواير وبناء عليه يبقى القريب من الواير y والبعيد عن الواير ده الاقل في اللي سلوب يبقى اعلى في ال distance يعني ابعض من الواير وبناء عليه بص كده يبقى point x is further from the wire than point y بشكركم لحسن تفاهمكم وتعالى فانا ماشي معاك واحدة واحدة بالافكار هنا بقى ابو السليم معايا two wires carry current in the same direction الاول تيجي مع بعضنا تذكر اذا كان معايا two wires carry current in the same direction يبقى عندي شوية حاجات نتكلم عليها a ادي i ودي one ودي i two الاول عايزة اذكرك واحد in between them الماجنيتك flux density بعمله minus او toward of them بعمل plus هنا وplus هنا ادي اول حاجة عايزة نقولها اتنين لو سألتك على neutral point فمستحيلة لقي neutral point في البلاليس اللي فيها plus يعني neutral point في المايانيس يبقى هنا احتمالية احتمال الاقي neutral point في حتة المايانيس كايزة ونيجي للقعدة اللي بعدها neutral point اقرب للواير الاقل في ال current شكرا تعال لي ثاني عايزة تقول ايه فكرتك بالقعدة دي لو دي i ودي i فالنيوترال point in between them بص بقى هنا النيوترال point في النص بالظبط لو دي دي فتبقى دي x فلو دي دي احكيلك النيوترال point بتعمل ايه؟ بتبقى بنفس ال ratio بتاعت ال current يعني ايه؟ ابسطها لك شوية لو دي i وده two i فالنيوترال point in between them والنيوترال point اقرب للواير الاقل في ال current فلو دي دي تبقى حضرتك دي بكام؟ two d والتكرار يعلم الشطار طب لو معي two wires بالشكل ده ادي i وادي three i فيبقى حضرتك النيوترال point in between them واقرب للواير الاقل في ال current لو دي دي ال ratio ما بين current one to three يبقى لو دي دي تعرق ان دي بكام؟ three d بس واعتنس ان ساعتها يبقى distance between wires two wires equal four d الله الله تعالى نرجع بقى هنا وناخد السؤال اللي جاء في امتحانات مصر ادي i ودي two i ماشي cd النيوترال point اقرب طبعا النيوترال point somewhere in between them اذا اقدر اقول ان مستحيل النيوترال point تبقى عند ال a ولا d النيوترال point in between them النيوترال point اقرب للواير الاقل في ال current طب بص كده يبقى هي عند بي لو ده مربع يبقى لازم ده يبقى تنم مربع وده بالفعل عشان تبقى لو دي 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 تبقى اتنين دي فيبقى هي نقطة بي هي نيوترال point ايها العظماء عند نقطة بي اللي بعده the opposite figure shows two long parallel wires خلي بالك هنا بقى ال x تمثل wire carry current into page وال x هنا wire carry current into page فبأصبح معي two wires carry current into page four ampere and twelve ampere والمسافة ما بينهم ب thirty two بيسأل على ايه if the two wires are perpendicular to the page فعلا عشان هما into page و out of page ده perpendicular على ال page and carry current into page the neutral point هتبقى فين؟ حاضر يا سيد وماله يا باب تعالي دلوقتي a de wire اهو و a de wire اهو 4 ampere و 12 ampere a neutral point somewhere in between them a neutral point لو هنا دي k فتبقى عارف ان المسافة دي بكام؟ thirty two minus k لانه هو بيقول ان المسافة ما بين two wires ب thirty two عند ال neutral point المجنيتك فلوكس دنسيتي من الاولاني يساوي ويعاكس المجنيتك فلوكس دنسيتي من الثاني عشان لو وير مديني خمسة تسلا النحيا دي التاني يديني خمسة تسلا في ال opposite directions عشان يبقى ال net magnetic فلوكس دنسيتي equal zero يا شابنا يبقى mu i before 2 by divided by 2 by k equal mu i هنا ب 12 over 2 by المسافة هتبقى thirty two minus k ماشي يا سيدي تعال معايا نطير الميو مع الميو عالفور فيها ال one عالفور فيها three اطير دي معادي بقى three k equals thirty two minus k ودي ال k هناك بال plus فيبقى four k equals thirty two يبقى الكيزة نفسها thirty two over four فتطلع الكي بيتساوي eight سنتيمتر فيبقى ال neutral point على بعد تمانية سنتي من ال wire which carries four ampere او twenty four سنتيمتر من ال wire which carries twelve ampere بالمناسبة صحيح لو دي تمانية ودي اربعة وعشرين فيبقى الرشيو واحد لتلاتة اه ما هو ده حاجة تانية للعائلة الشطرة ما لو دي four ودي اتول فالرشيو one to three فيبقى المسافة لو دي دي يبقى دي تبقى ثري دي لو دي تمانية فتبقى دي اربعة وعشرين يعني علشان الناس ما نقدرش نمنع الناس اللي بتفكر ان احنا نلعب معاها ونهزر معاها ونقول لها وبناء عليه يبقى in between the two wires a distance eight centimeter from the wire which carries four ampere اللي هو الام بص كده between them a distance eight centimeter at a distance eight centimeter from M يا سعت البشوات الجمدين قوي اللي بعده اها لو تاخد بالك ما هو الامتحان معمول بعد حصتين من chapter two اللي هي الحصة الاولى والتانية اللي كنا بنتكلم فيه معالمين بنتكلم على magnetic field around straight wire carry current هنا يبدأ يبقى عندي two wires i with three i وبيسألني على neutral point فلو دي دي وانت مغمد عينك لازم دي تبقى كام؟ three d لان الريش between current one to three يبقى distance d to three d حتى هو قال ان المسافة ما بين the two wires four d فالمسافة ما بين the two wires four d فلو دي دي يبقى d three d يبقى كل سنة وانت طيب ال neutral point عند نقطة x يا بشوات اللي بعده i with two i n و m i is a the diagram shows two long parallel wires eminent through which electric current two i and i pass what change should be done to the position of wire m in order to make the magnetic flux density عند نقطة x طيب تعالي طبعا هي انفسرها نفسها بس التكرار يعلم الشطار ده i وده two i حلو يبقى neutral point هتبقى ازاي؟ لو دي دي يبقى حضرتك دي تبقى two d عشان neutral point بنفس ال ratio بتاعة ال current والneutral point أقرب للوير الأقل في ال current خلي بالك ان ده n وده m تيجا تديك افكرك بال original الرسمة ال original كان ده i وده two i كانت المسافة هنا d والمسافة هنا d حلو كده؟ الراجل عايز ايه؟ عايز تحصل neutral point احنا بالحزبة قلنا ان لازم تبقى d to d آه يبقى الوير ايه مسافة دي فقط ايها العظماء اوكي معلش عظماء برضو لكل عظيم هفوة يعني ولكل جواد كبوة فمعلش تمام يبقى وير ام موفز ليفت مسافة دي ميتر ليفت دي ميتر اوكي كنا بنلعب مع 2 وايرز اجايسن ستبوص كدة بقى هنا دويا رادي اتحط في اكسترنل مجنيتك فيل دي عظماء In the opposite figure, a long straight wire that carries an electric current of intensity 10 ampere is placed in plane of the page Perpendicular to uniform magnetic field of flux density Ah, the wire which carry current, it hattif external magnetic field to 2 times 10 to the power of negative 5 tesla That is directed into page Then, the point at which the resultant magnetic flux density vanishes طب بصوا لي كده بذكاءك المخلاب وقدرتك اللامة تنهي على الإبداع بصي لي كده The wire carry current فيبقى المagnetic field هنا into page بتاع الwire هعمله باللون اللحمر زي ما حضرتك الشاي إذن المagnetic field بتاع الwire على يمين الwire into page زيه زي المagnetic field اللي محطوط فيه إذن المagnetic field عنده نقطة c ودي بعمل plus يبقى لدي تنفع ولدي تنفع لأن الneutral point هي نقطة عندها المagnetic flux density بيتساوي 0 الneutral point هي نتيجة لأن فيه two fluxes in opposite directions إذن الاحتمال إن المagnetic flux density يبقى بزيرو عند بي يا اي إيش معنى؟ لأن ده الwire which carry current في المagnetic field هنا out of page وهنا out of page إذن فهو يا بي يا اي؟ طيب بي تبعد عشرة سنتي نبدأ بقى نشتغل يبقى احنا بنفكر إنها احتمال تبقى مين؟ بي المagnetic flux density عند بي بي ساوي ميو اي over two by d يبقى four by time 10 to the power of negative seven current 10 ampere تمام؟ over two by المسافة بعشرة سنتي time 10 to the power of negative two ماشي دي ما عدي بقى لي two والتين تروح مع التين أصبح لي two time 10 to the power of negative five تيسلا وديريكتي فين يا باشا out of page إذن ده عند نقطة بي إذن فالمagnetic field due to current عبارة عن two times 10 to the power of negative five تيسلا out of page وأنا حطه في ماجنيتك فيلد two times 10 to the power of negative five into page إذن أيها العظماء فأصبحت النيوترال بوينت هي نقطة مين يا شبنا هي letter B أيها العظماء فهي letter B أوكي ولا من شف ولا من ديري يا بشوات اللي بعدي اللي بعيد تقول كيف؟ اللي بعيد تحديم كيف؟ اللي بعيد تحديم كيف أكثر من بعدها حاضر يا باشا ده سؤال لذيذ قديم من امتحانات قديمة اوكي تعالوا نسكتش الموضوع انا معي وعلى بعد 16 سنتي منه بناء على كلامه اللي بيحصل يبقى طالع لفوق البيمو في اليكترون ولا له لازمة يبقى الكرانت دايركتد لتحت تعال نرجع لورا كده سنة قلتلك زمان من ان ما تسمع ان فيه الكترونات يبقى الاي بتسوي كيو على تي وبعدين ان كيو اي على تي تفك الكيو اللي هي Quantity of Chargers تبقى ان ملتبلائد باي كيو اي يصبح الكرانت بتساوي ان عدد الالكترونات 10 to the power of 20 times 1.6 times 10 to the power of negative 19 over 1 فيطلع الكرانت بيساوي 16 أمبير لحد هذه اللحظة حضرتك احنا في الشابتر 1 حركة الالكترونات عكس الكرانت 2 عشان اجيب الفاليو بتاعت الكرانت كيو على تي وعين الكيو وحط بدلة n q e n number of electron q e ايها الشاب الشجاع تعال بقى الباشا عايز ايه النيوترال فاينت عند مين الميت فاينت يعني على بعد تمانية سانتي من هنا وعلى بعد تمانية سانتي من هنا تيجي احكي لك الحكاية بص كده الواير ابو تمانية أمبير عمل مجنيتك في لكس دين سيتي هنسمي النقطة دي اكس عن دي اكس نتيجة ابو تمانية أمبير وديريكتفين بام بام يبقى الواير الاخضر ده والله الصفر ده انتو فيج المجنيتك فيل ده انتو فيج هنا يبقى بتساوي four buy time 10 to the power of negative seven current بتمانية أمبير over two buy المسافة بتمانية time 10 to the power of negative two دي معادي بقى لي two دي معادي راحة فيبقى two times 10 to the power of negative five تسلا طيب ايه رأيك نروح لمين نروح للواير ده الواير ده كاري current التحت فيبقى المجنيتك فيل دي بتاعه عند نقطة اكس انتو فيج فالماجنيتك فيلوكس دين سيتي عند نقطة اكس نتيجة للواير ابو سكستين امبير ميو اي على تو باي دي بيني وبينك عشان ما نتعبش نفسنا ال current تتضاعف ال distance سابتة وال current تتضاعف ده تمانية وده 16 فلما ال current يتضاعف يبقى الفلوكس دين سيتي هيتضاعف مش مصدقني معاك الكالكيليتور تعال بقى اصبحت ايه يا شابنا الجميل بصيلي بقى اصبح الماجنيتك فيلوكس دين سيتي عند نقطة اكس بيد نقطة اكس بتتغزى من الماجنيتك فيلوكس دين سيتي عند نقطة اكس بتساوي الماجنيتك فيلوكس دي الاولاني زائد التاني فيبقى 4 بلاس 2 بتطلع بسيكس times 10 to the power of negative 5 تسلا ولا منشاف ولا مندري ايها الشاب اللذيز الجميل الجامد قوي اللي مافيش زيك في الدنيا دي زي اوكي اللي بقى النتيجة 6 times 10 to the power of negative 5 واللي بعده نتفرج على السؤال number 21 each of the following figures shows a straight very long parallel wires carries or carrying electric current type of silicate i with 3i carry current in the same direction هو طبعا السؤال معلش كده so in which of the two in which two figures of them the net magnetic flux density at point x equal zero طبعا تاني بيأكد ما هو الامتحان على اول حصتين من chapter 2 اللي بتتكلم على الماجنيتك فيلد around straight wire carry current anyway i with 3i فالماجنيتك فيلد يبقى neutral point in between them هتبقى على distance d with 3d يبقى فهم من كده ان دي ما تصحش طب هنا i with 2i d with 2d او والله دي ممكن تنفع تبقى neutral point طب تعالوا هنا طب هنا بقى two wires carry current in opposite directions فيبقى neutral point out والنيوترال point اقرب للوير الاقل في ال current لو دي d و d to d يعني تبقى لو دي neutral point يبقى من هنا d ومن هنا 3d اشتا دي تنفع دي بره وبراشيو one two three اهو من ده ده لو كان d d يبقى من الثلاثة أي لحد هنا 3d طب تعالوا هنا بس the two wires carry current in opposite direction فتبقى out طب هنا دي d طيب وهنا لا المفروض كانت تبقى 2d هنا دي موجودة كام 3d يبقى دي ما تنفعش يبقى اصبحت الاجابة two and three شغالين يا باشا two and three فيبقى الاجابة two and three فتبقى letter b letter b اللي بعدي two electric anti-parallel electric currents of intensities eye on to eye طب ثانية واحدة كده the two wires carry current in opposite directions طب هو هيسألني على ايه لان واحد getting into page واحد getting out of page as shown in the opposite figure so the correct order of the magnetic flux densities at point x y z طيب in between them أنا بعمل plus يبقى اعلى قيمة للمagnetic flux density عند نقطة y مفيش فيها كلام وبعدين بره بعمل مايانس والنيوترال point احتمالية تواجدها اقرب للوير الاقل في ال current يبقى عندي x يبقى x دي تبقى عندها اقل حاجة احتماليتها لانها ممكن توصل لصفر فتبقى اقل حاجة ويبقى ال in between يبقى z فيبقى y اكبر من z والz اكبر من x فيبقى لما نيجي نختار انهي واحدة اللي تنفع معايا b of y اكبر من b of z اللي اكبر من b of x وسؤال ذا شبه ده جي في امتحان مصر قبل كده شابه بالظبط شبه الفكرة نفسها تعال لي بقى هنا ده سؤال حلو وده بيعتمد على الفكرة اللي قلتها لك الطريقة الحلمانتيشية حلمانتيشي تعالى طب لا ما اناش فاكر واحد يقولك ايه هي الطريقة الحلمانتيشي نقول له انا سعيد انك انت سألت السؤال ده الطريقة الحلمانتيشي لو لو لقيتوا فيكتورز طالعين من نقطة واحدة فيبقى الريزالطانت بتاعتهم عبارة عن فيكتور بيش قوم من القلب كده لو تو فيكتورز طالعين من نقطة واحدة فيبقى الريزالطانت من غير ما نعمل طريقة الـ ولا طريقة الترانسفر بيش قوم من القلب كده والفكرة دي جات في امتحان مصر في اكتر من منطقة واكتر من مجال واكتر من سؤال على الطريقة الحلمانتيش اديتوا فيكتورز طالعين من نقطة واحدة فالريزالطان بيش قوم من القلب كده فيبقى دي الريزالطان فالسؤال اللي هشرحه لساعدتكم دلوقتي هو معتمد على الطريقة الحلمانتيشية اوكي تعال كده بيقول لي ايه The opposite figure shows two parallel very long straight wires that are carrying currents of equal intensities hence the net magnetic flux density at point x in the direction of point x تعالي واحدة كده على الرسمة The wire carry current out of page فيبقى المجنيتك فيلد بيني وبينك هترسم سيركل والمجنيتك فيلد انتك لو كويس لما تيجي هنا يبقى ذات دايركشن بتاع المجنيتك فيلد الناحياتي كويس بتاع الواير ده تعال لي بقى الواير ده وير carry current تعال نغير لونه وير carry current out of page فترسم يوكم فلما تيجي ترسم وير carry current اوكي اهي فترسم تنجان فيبقى ذات دايركشن بتاع المجنيتك فيه ابا 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 فيبقى الدايركشن بتاع الماجنيتك فيلد واتاع الواير ده وادايركشن بتاع الماجنيتك فيلد واتاع الواير ده فيبقى حضرتك وانت مغمض عينك بالطريقة الحلمانتيشية إيه اللي يحصل معي يا تو فيكتورس طالعين من نقطة واحدة فالريزالتان عبارة عن فيكتور طالع بشقهم من القلب كده هو بالزبط فيبقى عبارة عن 3 يا باشا يا جميل لزوز والفكرة دي تاني بأكد اتكررت أكتر من مرة تمتحنات مصر الأول تثبت الأداء طيب قدر أنك أنت مش قادر تفهم بحس بيكو ساعات كدس بص انت معك وير هنا يبقى المجنيتك فيلد عبارة عن ايه ده الوير اللي تحت تيجي هنا ترسم تنجل ده يمثل المجنيتك في لكس دنسيتي بتاعه نرجع بقى تاني هنا انت معك وير في الحتة دي ودي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي هنا ترسم سيركل كدس أنت تنجل تبادل ماجنيتك فيل ده بتاع الوير ده نايز بقى مين عايزين مين عايزين الرزالتن فالرزالتن عبارة عن فيكتور أصبح هذا ماجنهاتك فيل وده ماجنهاتك فيل وده ماجنهاتك فيل وده ماجنهاتك فيل ووهو فيبقى كل سنة وانت طيب يا باش عبارة عن بكتور بيشؤهم بيجي من قلبهم كده وزي ما قلت لك الطريقة الحلمانتيشية أوكي تمام اللي بعده يا بني اللي بعده يا بني غيره هنا the opposite figure shows two parallel straight wires that are placed in plane of the page ما ياشي حبيبي at which of the following points the magnetic the magnitude of the magnetic field is greatest دول two wires carry current in the same direction فانبتوين ذنبا مينس وبره ببلس يبقى هنا النت ماجنتيك فيلد بعمل ايه مايانس وبره بعمل بلاليس كويس يبقى اذا حضرتك انا بقول ان هي عند نقطة x يا نقطة k في الحتة اللي فيها بلاليس بيني وبينك هي شكلها x ليه لان ال x ال distance قليلة من ال wire اللي 4i فيبقى distance صغيرة وكرا انت 4i فده بيبدي احتمالية عالية ان دي تبقى هي النقطة اللي عندها الماجنتيك فيل the greatest اللي هي هتبقى point مين point x طب مش مصدق خلاص يبقى هتعمل ايه لو انت مش مصدق يبقى انت قدامك لو مش مصدق هتشتغل عند نقطة x و k هت الماجنتيك فيلدنستي عند x والماجنتيك فيلدنستي عند k وشوف مين فيهم الاكبر اوكي ايه عم؟ تعالى لي هنا بقى twenty five الله الله يا عبدالله ايه ده بقى the opposite figure represents three wires that are perpendicular to plane of the page and carry electric currents so the resultant magnetic flux density عند نقطة x equals طب الاول تعالوا the wire carry current out of page فيبقى الماجنتيك فيلد عبارة عن الماجنتيك فيلد بتاع الواير ده هيبقى tangent من ناحية دي نخلي ده لازرق طب هنا ده wire carry current out of page فيبقى الماجنتيك فيلد عبارة عن circle لما تيجي ترسم بالcircle بلون تاني كده وعبارة عن anti-clockwise فترسم tangent فيبقى الماجنتيك فيلد من ناحية دي الله الماجنتيك فيلد اللي بيعمله الواير ده بالازرق والماجنتيك فيلد اللي بيعمله الواير ده بالأحمر equal to magnitude لان الكارنت هو الكارنت والمسافة هي المسافة opposite indirection فيكانسله بعض كل سنة وانت طيب عايز تقول ليه؟ عايز اقول لي ان الرسمة الحلوة دي ما بقاش فيها غير واير واحد بس هو ده ده اللي عامل الماجنتيك فيلد عند نقطة x بينيوبينك لو عايز تعرف هيبقى لو ده out of page وترسم تنجن فديريكتد لبوه نجيب الماجنتيك فلوكس دينسيتي عند نقطة x نتيجة للواير ابو 20 امبير بي اقوالز ميو اي اوبر 2 باي دي يبقى بتساوي فور باي تنزور في نيجاتيب 7 الكارنت ب 20 امبير اوبر 2 باي المسافة بكم؟ انا نسيت والله انا الواحد باخدفتر المسافة بعشرة سنتي اوكي times 10 times 10 times 10 to the power of negative 2 دي معاديب بقلي 2 دي راحة معاديب بقلي 2 2 times 2 تطلع ب 4 times 10 to the power of negative 5 تسلا يبقى 4 times 10 to the power of negative 5 تسلا تعالى لي كده 4 times 10 to the power of negative 5 تسلا موجودة اهي ياباشا لتر بي اللي بعده 2 straight parallel wires carry electric currents of intensities i and 2i so that the net magnetic flux density at the midpoint between the two wires equals b اوعد سبها اوعد سبها استنى ايه دا يبقى انا معايا 2 wires i و 2i هما carry current in the same direction ولا in opposite direction ولا ايه carry current of intensities i and 2i يا لهوي هو ما قاليش carry current in the same direction ولا in opposite direction والماغنيتك flux density between them equals b طيب يبقى انا هنا الاول قبل ما اكمل السؤال في ال midpoint ما بينهم الماغنيتك flux density بتساوي ايه طيب لو كان the two wires carry current يبقى انا عندي الاحتمالين قائمين يبقى الماغنيتك flux density عند نقطة كي بتساوي ميو i over 2 by d minus ميو i over 2 by d فتطلع بتساوي مين ميو اي اتنين ميو اي ميو اي يبقى ميو اي على 2 by d دي بتساوي مين بي واحتمال ان two wires carry current in opposite direction هو ما قليش فالاحتمالين وردين يبقى الماغنيتك flux density عند نقطة كي بتساوي ايه ها i واثنين i بتساوي اللي بيحصل ميو اي over 2 by d plus اتنين ميو اي over 2 by d فتطلع بتساوي three ميو اي over 2 by d اسمها بي انا مش عارب يا دا يا دا بيقولك ايه بقى اللي حصل تعالوا نكمل if the direction of the current is a reversal in one of them and one of the two wires the magnetic flux density at the same point can be equal Baum أنا واحدة في دول لو واحد reversal تبتعد هو لو كانوا انزا سيم دايريكشن فبتسوي بي يعني هنا بص بقى بص لو هو كان كده وتقلب فيبقى بتسوي ثري بي سواني معلش سوري عشان ما تسرحش مني لو كانوا ان ابوزت دايريكشن فالماجنيتك فلوكس دنستي كانت بتسوي كم ميو اي على تو بي دي ميو اي على تو بي دي اللي بتسوي بي لما تقلبوا فالماجنيتك فلوكس دنستي هتسوي الجديدة بتسوي ها ثلاث ميو اي على تو بي دي يعني ثري بي حل؟ طيب واحتمال انه هم كانوا ان ابوزت دايريكشن فالماجنيتك فلوكس دنستي بتسوي مين ثلاث ميو اي على تو بي دي اللي بتسوي بي لما تقلبهم فيبقى الماجنيتك فلوكس دنستي الجديد بتسوي ميو اي على تو بي دي ابني لازينة يعني برضو بص بص بقى اه فيبقى بيسوي الميو اي على تو بي دي فبتسوي بي اوفر تري فيبقى البي نيو تمام؟ اعيني الميو اي على تو بي دي واسميه ايه؟ بي اوفر تري تصدق بص في الاختيارات بي اوفر تري موجودة فهمت ايه انا بقى؟ يبقى دا الاختيار بس تعالى مفاهمك يبقى معنى كده ان تو ويرز كان كاري كاري كارينت ان ابوزوت دايريكشنز فكانت البي بتسوي تلاتة ميو اي على تو بي دي يعني منها الميو اي على تو بي دي بتسوي بي اوفر تري لما تشقلبوا فاصبح تو ويرز كاري كارينت ان ذا سام دايريكشن اذا انت فهمت وقدرك انه هما في الاول كانوا تو ويرز كاري كارينت ان ابوزوت دايريكشن ولما تشقلب الكارينت في واحد منهم فاصبحوا الاثنين ان ذا سام دايريكشن فاصبحت النيو ميو اوفر تري خلي بالك انه هو قصدها انه في الاول بيقولك انا تو ويرز كاري كارينت ان او فارارل وما قالكش ان ذا سام دايريكشن ولا ان ابوزوت دايريكشن خلي بالك خلي بالك هنا دي الحاجات لما الشاطر وهو بيقرأ وهو بيحل مش اللي بيتفرج علي لا 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 واحد حاول يحل فغلت فلما غلت قاعد يفكر انايو اها دا الاي ودا اي عايز الرشيو ما بين الماجنيتك فلوكس دينسيتي اكس على واي حاضر يا سيدي تعالا دا اي زيو ودكرا فيبقى الماجنيتك فيل انتو اوت وبعدين نعمل اناثر واير دا كدس اي فيبقى الماجنيتك فيلد هنا انتو وهنا اوت خلاص نرجع بقى نتفرج بقى على الاول المسألة تاني فبيقولك ايه نقطة واي هنا ونقطة اكس اهي في النص هو عايز الماجنيتك فلوكس دينسيتي فبيقولك ايه نقطة اكس اللي هي هنا مثلا تبعد كي كي هنا وتبعد هنا ها تو كي فالماجنيتك فلوكس دينسي عنده نقطة اكس بتساوي ها دي الحتة دي فيها مايانس ها ميو اي اوفر تو باي كي مينس ميو اي اوفر تو باي اتنين كي يعني تطلع بتساوي مين ناخد فور باي كي كومان ديني ميو اي مينس ميو اي اوفر تو باي اتنين كي فتطلع بميو اي على فور باي كي طب لما نيجي نشتغل هنا عنده نقطة واي هتطلع الماجنيتك فلوكس دينسي عنده نقطة واي نفس القصة ميو اي على فور باي كي تجيب الرشو ميو اي على فور باي كي كنت عايز اقولك حاجة انت واخب بالك بس ان النقطة دي فيها بعمل سبتراكت وان الحتة دي بعمل فيها سبتراكت انت واخب بالك ان نقطة واي تبعد عنده كي عن اللغدر وتبعد عن اللبيض اللي هو ده اتنين كي طيب نقطة اكس تبعد عن اللبيض كي وعن اللغدر كي وفي الاخر خلص بمينس احسنا خلدي احسنا خلوة لازم تمسك الالم واتشوف الدنيا اللي بعدي ا اجب سمتلك بالد الفور باسترد دي من ايلكتريك بارتر Hola انتهي اثبت بيو ماجنيتك فيلل اجب السياسية دي او باسترد دي باسترد باسترد عباس ثبتاً اي علي دي سمتلك باسترده اجبال مسترد لباسترد اي اتنينك على الضوات تبعد دي بي باسترد تبعدideo فقلب. From the cable. The magnetic flux density acting on the person. يحصل له ايه؟ طبعا ثانية واحدة بس. الماغنيتك فلوكسي دنسيتي هيزيد. دعالوا لي. البيان على بي تو بيتساوي دي تو على دي وان. يبقى بي وان على بي تو بتساوي دي تو اتنين على ثلاثة دي. دي وان اللي هي كانت بدي. اطير دي معدي. اصبحت البيتو تو اوبر ثري بي تو بي ساوي بي وان. يبقى البي تو بيتساوي. 3 over 2 بي 1 يعني 1 و نص بي 1 اهدى على نفسك بصيلي بقى هنا بقى دي التركاية اللي الشباب بيغلب فيها يبقى اللي تشينج في الماغنيتك فلوكس دنسيتي بتساوي الجديد مينس القديم الجديد 1.5 بي 1 والقديم كان بي 1 فيبقى اللي تشينج في الفلوكس 0.5 بي 1 طب هو عايز البرسنتج التغير فماشي برسنتج التغير هو عبارة عن دلتا بي over the original بي دلتا بي 0.5 بي 1 على الاساسي كان بي 1 تيك تيك في المية و عتنسى times 100 times 100 فتطلع بتساوي 50% خدت بالك يا باشا من الحركة يبقى أنا جبت التغير اللي حصل في البي الاولانية كان بي 1 والبي 2 واحد ونص بي 1 فبقى 1.5 بي 1 منس بي 1 فتطلع ب 0.5 بي 1 طب البرسنتج بتاعت التغير 0.5 بي 1 divided by original بي 1 times 100 فتطلع التغير بيساوي 50% سؤال حلو علشان يفكرك نعمل ايه ماشي الحلو بس نعمل ايه لما يطلب مني نسبة التغير اوكي اللي بعدي and the opposite figure four very long parallel wires are placed perpendicular to plane of the page على فكرة دي هنستخدم فيها طريقة الحلو من تيشي بردو اوكي at corners of square the four wires carry currents of equal intensities with direction as shown in figure so the direction of the magnetic flux density at the center of point M between the four wires طب تعالوا لي واحدة هستخدم لونين الاحمر بص wire carry current out of page فيبقى ال direction بتاع المجنيتك فيل هيبقى النحياتي يبقى ده الاحمر هيبقى النحياتي كويس تعالوا لي wire carry current خلي ده كده out of page فيبقى ال direction بتاع المجنيتك فيل ده النحياتي بتاع ده كمان wire carry current out of page معايا فيبقى لما ارسم circle هتيجي circle النحياتي اوكي اها ده ال center بتاعها وده ال radius فترسم tangent فال tangent بتاعها هيبقى النحياتي بتاعلي نرسم ده بلا زرق او بلا خضر اوكي اوكي تعالوا لي into page فلما ترسم circle يبقى هنا clue wise يبقى رايح النحياتي ده انا شاكك فيه كده تبص لي كده i و i هم دول هيcancelو بعد الاتنين دول equal in magnitude opposite in direction واصبح النت magnetic field دلوقتي رايح فين في اتنين بيقصروا ناحية اتجاه four فيبقى النت magnetic field ناحية four يا بشواتنا اهو يبقى الرسمة بتقول المجنيتك فيلد ده مجنيتك فيلد ما تربقناش فيها طريقة الحالة واصبح النت magnetic field ناحية four اوكي تمام نمبر ثرتي بيقولي بيقولي in the opposite figure two long straight wires are perpendicular to each other where the last distance between the least distance between them is 20 cm مجنيتك فلاكس دينسيتي ودى معيش اوكي فيبقى تعالى هنا بالنسبة للاولاني متى يقلي الواير هنا ثاني أمبير صح كده ثاني أمبير على بعد عشرة سنتي ثاني أمبير على بعد عشرة سنتي أجيب قيمة المجنيتك فلاكس دينسيتي اللي هي octob page يبقى م و 4겠지만 SO case 10 to the power of Fresh. i 10 over 2 by a distance 17 sharp times 10 to the power of 78 to. دي معدي بقلي 2. ودي تروح معدي اصبح ب 2 times 10 to the power of negative تسلا تعليلي بقى الي هنا اليった علينا منفرج علي الاول. الواير ده بتونتي امبير كاري 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 امبير اوتوف بيج. في هنا واير كاري 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 امبير اوتوف بيج. لما تيجي ترسم ماجنيتك فيلد فيبقى انتكلوكوايز فليبقى الماجنيتك فيلد بتاعه هنا دائريكتد كده. ابو عشرين امبير. تابع البيو بي بتسيو نيو فور باي. طيم تين زو بارف نيجي تيف سيفن. المسافة بعشرة سنتي تايم تنتو زو بارف نيجي تيف تو. قطير دي معادي بقى لتو. ودي معادي تايمز تو تطلع بفور تايم تنتو زو بارف نيجي تيف فايف تسلا. اصبح بقى بصلي يا سيدي الماجنيتك فيلد هنا اوتوف بيج والماجنيتك فيلد هنا تورد. يبقى انت ماجنيتك فيلوكس دينسي تي البي توتال بتسوي الاول سكورد بلاسي التاني سكورد تحت الروت. فيبقى بصلي كده لو رجعنا. فيبقى تايم 10 زو بارف نكاتف فايف. تمام. يبقى تايم نغاتيب 5 سكوارد بلس أوبن براكت 4 times 10 to the power of نغاتيب 5 سكوارد روت أنسر فيديني كام 4.4 7 times 10 to the power of negative 5 تيسلا تعالوا نشوف الاختيارات 4.4 times 10 to the power of negative 5 تيسلا أغلب الظنة هتبع الإجابة لتر دي زي ما حضرتك شايف اللي هي أقرب هي 4.4 7 اللي هي 4.4 7 فيبقى الابروكسمنت فاليو بتاعتها 4.5 times 10 to the power of negative 5 تيسلا ولا من شوف ولا من ديري وبكده يبقى أخذنا مع بعض الثلاثين سؤال بتوعة شابتر 2 اللي هما على أول حصتين من شابتر 2 اللي هما على الـ واستنوني في الفارت اللي جاي بتاعت شابتر 1 ولي هاخد مننا وقت طول من كده أو الله أعلم زي ما ربنا يريد الأوقت الحلوة بتعدي بسرعة هتوحشونا مع السلامة موسيقى 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 موسيقى